ازايكم عاملين ايه? ده واجب الحصة اللي هي الستة. من اول صفحة اتنين واربعين. هنحل على الباسيكم وزي اللي هو الماضي المركب. خلاص? احنا قلنا ان الافكار كلها بتاعة الحل محدودة. يعني مش كتير اوي. تلات اربع افكار بيشتغل عليهم فانت تاخد بالك منهم اوي. الجملة الاولانية بيقول لي فيها يعني السبت الماضي او السبت اللي عدة منا بار لسوبير مارشي. احنا عندنا اول الحاجة اللي لازم داخد بالنا منها ان انا ما ينفعش اشتغل على جملة فيها اسم مكتوب بالشكل ده. لازم اعرف هعوض عن الاسم ده بايه الاول? يبقى مونة يعوض عنها بايهل? يعني هي. طيب لما نعوض عن مونة بايهل يعني هي? الجملة دي جملة ماضي مركب. انا عرفت منين? في كلمة من الكلمات تضل على الماضي يا الياسان دي بس ايه? طيب الماضي المركب قلنا بيتكون يا اما اتر كفاية لمساعد او افوار واحدة من الاتنين. طيب انا هنا لا عندي اتر ولا عندي افوار ولا عندي اسم مفعول اكتبك هنا برضو اه التكوين بتاع الماضي المركب قدام عينك عشان تبقى واخد بالك مني. انا عندي اسم الماضي المركب بتكون يا اما من اتر. او افوار واحد من الاتنين طبعا. زائد اسم المفعول. اللي هو البي بي بي بي. برا تسيب بص هيا. فده الماضي المركب. يا اما يسألك بقى هو اختار اتر ولا افوار? ويحط لك هو اسم المفعول. يا اما آآ يسألني عن الزمن كله ازاي يكونه? فاحنا عندنا كلمة من الكلمات الدل على الماضي. يبقى انا لازم اكون الزمن كله. بس اخد بالي. في بعض النقاط حرف جرس مبار. وفيه في الخيارات كلها كلمة بسي كلمة بسي كلمة بسي كلمة بسي. تعال طلع اللي ما ينفعش اول حاجة. ماضي مركب يعني يا اما اتر. يا اما افوار. مصرف بناء على ال ال. اللي هي مونة. خلاص? طيب اتر مع ال بيساوي او اس تي. وافوار مع ال ال بيبقى ا اي حاجة مدون زلك تطلع برة. يبقى بسي ده ما ينفعش. طيب دي يبقى كده الخيارات المتاحة قدام حاجة من ثلاثة. طيب رقم ايه تنفع? قال لي لا ما تنفعش. ليه ما تنفعش رقم ايه دي? قال لي علشان لو هحط ا بسي ما ينفعش يبقى فيه حرف جر بعد النقاط ومدام استخدمت هنا المساعد افوار يبقى بسي كنا قلنا عليه ملحوظة. انه بسي احيانا بيجي مع اتر واحيانا بيجي مع افوار. امتى بيجي مع اتر? لو مفيش بعد النقاط حرف جر. امتى بيجي مع افوار? لو آآ آسف امتى بيجي مع افوار? لو مفيش بعد النقاط حرف جر. طب بيجي مع اتر امتى? لو في بعض النقاط حرف جر. فانا عندي هنا حرف جر ربارة هو. يبقى من فاش استخدم افوار? لازم استخدم اتر. اجا بص عندي على اتنين يدو معنا اتر. اللي هي بي وي دي. لو انا خدت المساعد اتر يبقى لازم توضاف تبعية على اسم المفعول دهو مع مونة لازم يضاف حرف او. يبقى انا لازم اختار الخيار هو دي. هو ده اللي صح. خلاص? طيب رقم اتنين. العام الماضي. كلمة من كلمات الدل على الماضي. طيب حاطط لي حاجة من الزمن اه. حاطط لي اللي هي البي بي دي. حاطط لي اسم المفعول. اهي. يبقى هو طالب مني ايه? يا اما اختار اتر. يا اما اختار افوار. طيب ابص. هل دي من الاربعتشر فعل? او من الاربعتشر فعل? يبقى انا لازم احط المساعد اتر. انهي واحدة من دول هي اللي اتر في الخيارات اللي قدامنا الاولانية متنفعش لان ودي افوار ما تنفعش طبعا وده من الاربعتشر فعل. وده يزهب ما ينفعش بالاخيرة اللي هي اي اس تي. خلاص? طيب رقم تلاتة بيقول لي نو نحن عايز كلمة بتدل على الماضي اللي هي عايز يقول احنا قضينا اجازاتنا اللي فاتت في باريس. وجايب لي في الخيارات بصيه. قلنا بصيه عليه ملحوستين. فيه بعدين حرف جر ياخد المساعد اتر. ما فيش بعدين حرف جر ياخد المساعد افوار. طيب هل اللي بعد حرف الجر هنا ده? حرف جر? اللي بعد النقط دي حرف جر? لا. اهمال دي ايه? اداة معرفة. يبقى هنا بصيه مدام ما فيش بعدين حرف جر ياخد المساعد افوار افوار. طلع اللي ما ينفعش. اول واحدة طبعا هي الاجابة الصح لانها تصريف مع النو. يبقى نو. احنا قضينا الاجازات الاجازة بتاعتنا اللي فاتت في باريس. ده مضارع ما ينفعش. ده مصدر ما ينفعش. كان ينفع لو فيه بدل اللي ده هي? حرف جر. يبقى هنا ما ينفعش. طيب رقم اربعة. كلمة من الكلمات الدلة على الماضي. في رقم اربعة. امي اعوض عنها بقل? عشان تبقى هي. هل بصيه جايب بعدين حرف جر هنا? هنا هو? لا. يبقى ياخد المساعد افوار. يبقى مع افوار تطلع اه بس دي. طيب طبعا ده يذهب ما ينفعش. ما ينفعش. ما ينفعش لانه ما فيش بعد بصيه حرف جر. يبقى كده كل الملحوظات يبقى اخد بالي بقى من الفعل بصيه ده ان هو شغال عليه يشتغل عليه كذا ملحوظه قدامي. يبقى كون عارف ان فعلي بصيه لو جاي بعدين حرف جر ياخد المساعد اتر. ما فيش بعدين حرف جر ياخد المساعد افوار. طيب ايير رقم خمسة. ايير بالامس نو احنا كلمة من الكلمات الدل على الماضي اللي هي كلمة ايير اهي بالامس. نحن عايز اقول لك امبارح احنا عملنا رحلة لباريس. عايز اكون الماضي دي مضارع. متنفعش. طيب هنا الفعل في ده من الاربعتاشر فعل. لا. يبقى ياخده المساعد افوار مع النو. تبقى نو زافون. يبقى هي دي الاجابة الصحة. طيب كامل عشان نتأكد. ده تصريف فير بايه ده? اللي هو في ده تصريف فير بقى ليه يذهب. ما يديش اي معنى هنا. لان فيه كلمة من الكلمات الدل على الماضي. طب ده مصدر ما ينفعش. طيب ستة. ماذا انتم بري. بري ده ايه? يطلع اسم المفعول. من فعل اسمه ايه? بروندر يأخذ. طب بروندر ده من الاربعتاشر فعل? لا. طب فعل يزود واميرين? لا. يبقى ياخده المساعد افوار. يبقى هو هنا حطيلي اسم المفعول وفاضل الفعل المساعد. فو فو اتنين واربع ده ما تنفعش. فو زت ده اتر ما ينفعش. فو زالي يذهب ما ينفعش. انا عايز افوار يبقى هل انتم اخدتوا العشاء ولا لا? طيب سبعة زميلاتي اخد بالي منها. زميلاتي دي اعوض عناها على طول كده هو في الاول بي عشان تدي معنى هن. طيب قلنا ملحوظة مهمة قوي على ان هي ممكن طالما جاية مع المساعد اتر لابد ان تاخذ تبعية. التبعية هنا هتضف نعنى على الالفك اس. يبقى لازم اختار حاجة اخيرة او اس. ومعبار يبقى وجايب له برضو فعلي بص معبار يبقى لازم ياخد اتر. هو اصلا حططلي اتر اهو. يبقى لازم ياخد حاجة انا هي انت او اس. خلاص? يبقى انا افتكر كده ان التبعية بس مع اتر. يبقى السؤال لو جالي. لو هو حططلي الفعل المساعد اتر يبقى لازم فيه تبعية. وقولنا ازاي بنحط التبعية يا اما او لو الفعل مفهد مع الناس. يا اما اس لو الفعل جامع. يا اما زي الجمع رقم السابع اللي احنا بنحل فيها دي. او اس لو هو جامع مؤنس. خلاص? طيب بص بقى تاني. سيدي يعوض عنه بل. وحطي للمساعد اتر. يبقى اخد بالي. اسم المفعول اللي اختاره ياخد تبعية. تب فيه تبعية مع المذكر? قال لي لأ مفيش تبعية مع المذكر. يبقى انا اختار اسم مفعول خام. سيدي حضرتك اه وصلت في اي ساعة. يبقى الاولانية هي لصح. لانها خام مش محطوط عليها اي تبعية ومفيش تبعية مع المذكر. دي فيها تبعية مفرد مؤنس. دي فيها تبعية جامع مذكر. دي فيها تبعية جامع مؤنس. خلاص? طيب الجملة رقم تلاتة. اه تسعة. تسعة هنا. المشجعين. اعوض عنهم. بالا فيك اس. اسم المفعول. ده من الاربعتاشر فعل? لا. طب ده فعل زو داميرين? لا. يبقى ياخد المساعد افوار. افوار مع الالا فيك اس يبقى يلزن. انتهت. ما يفعش طبعا سو ساندي. وما يفعش ساندي. وما يفعش فاندي. طيب كلمة من كلمات الدلة على الماضي في اول الكلامة هو. الاتنين الماضي نحن عايز اقول احنا اخدنا القطر اللقصر يوم الاتنين اللي فات. طيب. ماضي عايز اكونه دي مضارع ما تنفعش. هي الاجابة الصح. لان خدت هنا المساعد افوار مع فعل اسمه بروندر. خلي بالك. ده اسم المفعول من بروندر يأخذ. ده بروندر المصدر ما ينفعش. ده مستقبل ما ينفعش. خلاص? طيب. نكمل الجملة رقم 11 في نفس الصفحة. الجملة رقم 11. ايير بالامس. كلمة من الكلمات الدلة على الماضي. لازم فان الاطفال. اعوض عن الاطفال بالا فيك اس. هل ده فعل زود امرين? لا. طب هو من الاربعتاشر فعل? لا. يبقى ياخد المساعد افوار مع الافيك اس يبقى يلزم. طيب اول امس سارة. سارة عوض عنها بال. هي. اوعى. واخي التبعية هنا هو. طب بروندر من الاربعتاشر فعل? لا. اذا مدام واخي التبعية يبقى جاي مع المساعد اتر. لان التبعية لا تأتي الا مع اتر فقط. اذا الفعل ده زود امرين كان فيه سوق. لان واخي التبعية. خلاص? طيب. وقلتلك مع الفعل زود امرين لما اجا حطه في زمن الماضي. ضمير المفعول يسبق الفعل المساعد. يبقى اول امس صارة صارت تنزهت في الغابة. واحد يقول لي طب ليه ما اخدناش اي اس تي? مع انت لو خدت اي اس تي يبقى وحطيت هنا تبعية يبقى المفروض ان الفعل ده يبقى من الاربعتاشر فعل. فما هوش اصلا من الاربعتاشر. وبالتالي لازم يبقى فعل زود امرين عشان آآ ياخد تبعية. خلاص? طيب. بالامس كلمة من الكلمات الدل على الماضي. عارف الفعل ده هو اللي هو فعل الاتنين. ياما يتمرن بشكله كده هو. ياما آآ آآ آسف يمرن. المدرب يمرن اللاعبة او اللاعب يتمرن. فممكن يبقى فعل زود امرين. وممكن يبقى آآ فعل عادي. طيب. انا لازم اعرف ليه الكلام ده? لانه لو فعل زود امرين هاخد المساعد في الجملة تلاتاشر دي. هاخد المساعد اتر. لو كان هو زود امرين. طيب لو فعل عادي هاخد المساعد افوار. طب تعاني طلع الاول اللي ما ينفعش. في ده ما ينفعش. وسويدة تصريف مع الجو ما ينفعش. خلاص? طيب انا محتار بقى ما بين دي وايه? لو خدت دي كانت الجو ده ايه? لازم تكون محاولة الى جو ابوسترف. صح? لان ما ينفعش اجيب حرفين كده متحركين وارة بعض. فلو انا جبت الا ايه حطتها هنا كان لازم الجو تبقى جو ابوسترف بالشكل ده هو. فما هي جو ابوسترف فبالتالي ما ينفعش اختار دي. فينفع اختارها عشان الفعل ده يبقى زود امرين يقول كده. انا اتمرن في الجم. خلاص? يبدأ فعل زود امرين خدت المساعد. ضمير المفعول. اللي هو كان اصله يسبق الفعل المساعد. اربعتاشر. علي ام وا. كنا قلنا ملحوظة على الان. بس بشرط تكون جاية مع المساعد اتر. ان هي احيان بتاخد تبعية يا اما اس يا اما اس. علي وانا دول مع الافك اس يبقى جامع مزكر. خلاص? طيب جامع مزكر اختار حاجة في اخيرها اس يبقى. دي تبعية مع جامع مؤنس. دي تبعية مع مفرد مؤنس. دي تبعية. اه دي ما لهاش تبعية ما فيهاش تبعية خلص. لازم اخد تبعية طبعا عشان دول جامع. كلمة من الكلمات الدلة على الماضي. اللي بعد النقط ده. فعل زود امرين? لا. طب هل هو من الاربعتاشر فعل? لا. يبقى لازم ياخد المساعد افوار. انه مع افوار تبقى نوز افان. طلع بقى البقية ده برة خالص. طيب ستاشر سام دي ديرنيير. السبت الماضي. كلمة من الكلمات الدلة على الماضي المركب. مونة اعوض عن مونة بقل. هي. خلاص? طيب مستقبل. في مضارح. فضل اتنين. اصرف فيرب افوار مع مونة. يطلع ا تبقى الى فلي كوخس. يعني السبت اللي فات هي عملت اه الشوبنج بتاعها. فدي تصريف طبعا مع اه التي. واحنا هنا بنصرف مع الال فبالتالي ما تنفعش. طيب اللي بعدها. اللي بعدها الجملة رقم سبعتاشر بيقولي فيها. اه ويسكي فوزافي لسوري. عايز اقول اين انتم قضيتم الصهرة? هل بعض النقط هنا في حرف جر? لا. يبقى انا لازم ما اخد المساعد افوار وبالفعل هو هنا حطيلي المساعد افوار وهو بيسألني بقى. هل هتاخد تبعية بناء على الفو? لا طبعا مش هتاخد تبعية بناء على الفو. ليه? لان ما فيش تبعية مع فرب افوار. التبعية تأتي بس مع فرب ايطر. يبقى لازم اخد بس خام زي ما هو بدون اي اضافات. ده طبعا تبعية. في تبعية. ده في تبعية. اتخلي باقي من الجمل دي. طيب. طمانتاشر ايير بالامس لفي. البنات صن. المساعد هنا اتر. يبقى لازم هاخد تبعية. على اسم المفعول. البنات جامع مؤنس يبقى اخد حاجات اخرى او اس. طيب. يعوض عنها بال هي. بسي. جايب بعد ايه حرف جر? لا. يبقى يأتي مع المساعد افوار. هو هنا حطيلي اسم المفعول. ناقص لفعل المساعد. مع ال يبقى الى. ده ما ينفعش. ده مستقبل. ده اتر. خلاص? ايه اللي يبقى على صفحة التلاتة واربعين? من اول الجملة رقم عشرين. الجملة رقم عشرين بيقول لي اسك في حطيلي اسم المفعول. ناقص الفعل المساعد. هل ده من الاربعتاشر فعل? لا. هل ده فعل زود امرين? لا. يبقى ياخد المساعد افوار مع الفو. يبقى فو زع في. لازم نكون حافظ تصريفات كويس جدا. ايار سارة. بالامس سارة. ده من الاربعتاشر فعل? لا. طب ده فعل زود امرين? لا. طيب سارة دي يعوض عنها بقل هي. وانا هاخد المساعد افوار. يبقى ده. اه ليه? ده اتر. الاجابة الصح. طيب اتنين وعشرين. نو زالة. ده من الاربعتاشر فعل? اه. يبقى هاخد المساعد اتر. طيب اتر مع النو يبقى نو الصم. البيت طبعا ما ينفعش. بيير بصي بار. اه. الفعل بصي. جاي بعد دي حرف جر بار. يبقى لازم ياخد المساعد اتر. طيب لما جاي اخد المساعد اتر مع بيير يبقى ايل. والايل مع بي بقى اتر بقى ايس تي. طيب اربعة واشرين لفي البنات يعوض عنهم بألا بك اس. البنات او ان تي. حطيلي المساعد افوار. خلاص? وطالب مني اسم المفعول. مدام حطى افوار يبقى افوار ملوش تبعية. ما تنخدعش بالحاجات التفها دي. افوار ملوش تبعية يبقى اخد بور تي خام زي ما هو اللي هي رقم اي. ده طبعا مصدر ما ينفعش. ده تبعية او اس ما ينفعش. ما فيش تبعية مع افوار. ده او ان تي مضارع ما ينفعش. خمسة وعشرين. ماذا انت فعلت الاسبوع الماضي? كلمة بتدل على الماضي. طيب في مضارع ما تنفعش. مستقبل ما تنفعش. مصدر ما تنفعش جملة حلت من نفسها. طيب الياتر وجور منذ ثلاثة ايام. كلمة دل على الماضي. صارة ش. حطوا ليه حرف جر. وبيتكلم برضو على فعل بصي. مدام في حرف جر بعد النقط يبقى انا لازم ااخد مع بصي المساعد اتر. ومع صارة مفرد مؤنس طالما اخدت المساعد اتر لازم احط تبعية. يبقى بالتالي لازم اخد رقم ا. اذا المساعد اتر. بصي خط تبعية او. مع صارة. يبقى صارة ا بصي. دي طبعا ما فيهاش تبعية ما تنفعش. دي مع افوار ما تنفعش. لمستقبل ما ينفعش. سبعة وعشرين ايير صارة. بالامس صارة ايه. صارة بتكون. مدام حطيت المساعد اتر يبقى لازم فيه تبعية بناءة على صارة. صارة دي عاوض عنها بقل. يبقى لازم اخد مع صورتي وزيادة. يبقى هي دي. طيب تمانية عشرين. ماذا ماذا انت اشتريتها من الحلواني? حطي لي اسم المفعول. فاضل الفعل للمساعد. اسم المفعول ده من الاربعتشر فعل? لا. طب هو فعل زو الضمارين? لا. بياخد المساعد افوار مع الفو يبقى الفريق. الفريق ده مفرد مزاكر ولا مفرد مؤنس? قال لي الفريق ده مفرد مؤنس. يبقى يعوض عنه بل. خلاص? طيب ده من الاربعتشر فعل? لا. ده ده فعل زو ضميرين? قال لي لا برضو. يبقى ياخد المساعد افوار لواء. تصريف افوار مع ال. طيب ما سور اختي يعوض عنها بل هي. الاولى دي مضارع الاولى دي مضارع وتصريف مع جملة اصف واحد وتلاتين. جملة واحد وتلاتين. مسار اختي يعوض عنها بل. ولقى هنا على اسم المفعول مضاف حرف او. خلاص? يبقى لازم الفعل ده يكون فعل زو ضميرين لان كش ده مش من الاربعتشر فعل. ليه لازم يكون فعل زو ضميرين? علشان ضفت تبعية والتبعية دي لا تضاف الا مع المساعد اطر فقط. خلاص? طيب يبقى اختي يبقى لازم اختار اختي نامت هزي الليلة مبكرة. ما ينفاش طبعا ما ينفاش طبعا ما ينفاش طبعا ما ينفاش طبعا اه. اباقي بيكونوا يعوض عنهم جاب المذكر. مدام حطيت المساعد اطر يبقى لابد ان يكون تبعية. جامع مذكر يبقى واخيرة اس. طيب مادام كلمنا عن الفو قبل كده. وقلنا بعرف هي بتعبر عن ايه من الكلمة اللي قدامها? مادام دي مفرد مؤنس يعود عنها بقل هي. المساعد بتاعك ايه? اطر? اه يبقى لازم فيه تبعية على اسم المفعول. مادام مفرد مؤنس يبقى اخد اللي هي بي. طيب زملائي دي الكلمة دي جامع ايه? جامع مذكر. يبقى ايه لها فك اس? كومان فو زت. الفو دي جاي بتعبر مكان ميزة من اللي هي في الاول. زت ده المساعد اطر يبقى لازم اضيف تبعية جامع مذكر اس بس. طيب اللي بعدها الجمعة الماضية علي. عايز اقول علي قضى يومه على البحر. اللي جايب بعد النقط حرف جر? لا. وجايب لي بصي بيتكلمه عن بصي كتير قوي. بصي مفيش بعد ايه حرف جر يبقى اخد المساعد افوار مع علي علي عاملو على اكنو ال هو. افوار مع الايه يبقى لا باسي. ليه ايه? طيب في اي ساعة? خلاص? طيب. جملة رقم ستة وتلاتين دي. هل ينفع? تعيشوا في التصريفات كده? هنا ده اتر ما ينفعش. هنا اللي هي اه اه سي خلينا الاول في دي نطلع عبره. دي اللي هي ما تنفعش. طيب. عايز يقول لي في اي ساعة انت استيقصت? الفعلي ده وكان اصله فعلي اسمه سو لذي. فعلي سو ضميرين. وبالتالي لازم اخد المساعد اتر. فلما اخد المساعد اتر يبقى 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 طيب بعد كده بيقول لي ايير بالامس اختي تعامل عليك انها ال هي. ما حط ليش اي حاجة. عايزنا كون الزمن كله. ده مستقبل. ده مدارة. رونجي هي اللي صح. دي مصدر. اللي بعدها تمانية وتلاتين ايير مبارح. المدرب. عاود عنه. بيقيل. عايز اقول له وضع خطة جيدة للمباراة. مستقبل. مصدر. دارة. ماضي. تسعة وتلاتين. عطل اتناية الاسبوع. اخوي اعوض عنه بيقيل. الفعل المنت ده. من الاربعتاشر فعل. اه. عشان عكسه فعل يصعد وينزل. يبقى لازم ياخد المساعد اتر. فين اتر عندك مصرف مع الايه لي بقى يستي? ده افور. ده يزهد. ايير اون. بالامس احنا هل دي بتدل على جمع? في قبلها هنا حاجة بتدل ان هي جمع? لا مفيش قبلها. يبقى بالتالي اه اه ما تاخدش تبعية. واصلا كده كده ما تاخدش تبعية لانها هتيجي مع افور. يبقى احنا مبارح زينا الحديقة. اه بتاعة المنزل دي طبعا اه ماضي قريب. دي مستقبل. دي مضارع. وكده بنكون خلصنا التمارين كلها على. راجع بقى جبايتك وشوف الغلط ولو في عندك حاجة مشكلة ابقى علم عليها وتسألني فالحصة جاي ان شاء الله. يلا سلام.